ولكن في هذه اللحظات بالتأكيد دلوقتي عندنا أول تدريب للفريق عاقب العودة من تنزانيا والتدريب ده هيكون أول مران استعدادا لمواجهة شباب بولوزداد لذلك أطير مباشرة إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة مع الزميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي بالتأكيد هيطمننا على حاجات كتيرة الناس كلها عايزة تطمن موقف منعم، موقف ياسر، أنتوني مودست اجتماعات اليوم سواء عند مجلس الإدارة أو حتى عند قطاع الكورة مساء الفلية كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحية لك والكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي كلنا أزن صغية لك وعايزين نعرف بالتأكيد يعني آخر التطورات عندك عندك معلومات وأخبار كتيرة بالتأكيد الجمهور محتاج يطمن منك على موقف عدد كبير جدا من اللاعبين اللي كان تعرضوا لإصابات في الفترة الأخيرة وفيك تهداد كتيرة على السوشيال ميديا فالخبر بالنسبة لنا بالتأكيد هيكون خبر رسمي نعتمد عليه في الفترة القادمة بالتأكيد طبعا محمد يعني في البداية الاستعدادات متواصلة ومكثفة للبطولة الأفريقية والحقيقة ما بتشوف الشكل دور المجموعات بكل المجموعات الحقيقة يعني بيكون ليه شكل غير طبيعي ما بتشوف الوداد بدون نقاط ومتشوف نجم السحيل بدون نقاط فعشان كده يمكن الهدف المطلوب من تحقيق النقاط أو أن انت تاخد نقطة بعيدا طبعا عن الفنيات وبعيدا عن الشكل العام لكل المباراة هذا أمر بيكون مهم جدا وتحديدا في دور المجموعات بالشكل العام اللي وصل لدور المجموعات حتى هذه اللحظة الأمور طيبة جدا محمد بطمنك وبنطمن كل جمهورنا اللي أكيد بيتابع وعايز طبعا يطمن على كل اللعيب النادي الأهلي يعني هنبدأ في البداية بياسر إبراهيم كل الجهازية اليسر في مباراة شباب بلوزداد الحقيقة ياسر من العيبة الرجالة بجديته وبقووته الكبيرة جدا هي كانت كدمة في الرجبة لكن بنتطمن على طول من الجهاز الطبي ورئيس الجهاز الطبي تحديدا طبعا دكتور جابالا اللي بيأكد على جهازية إن شاء الله ياسر إبراهيم ليه مباراة شباب بلوزداد النهاردة إن شاء الله يشارك فيه التدريب ومنها إن شاء الله خلال الأيام القادمة منعم يمكن تعرف التوى الكحلة محمد ويمكن منعم كمان كان في المنتخب أصيب أيضا كمان بكدمة في الكحل في التوى الكحل بيكون لي تأثير شوية وبيكون فيه تمئنان شوية لكن مش عايزين نجزم عودة منعم من عدمها في مطش الشباب بلوزداد لكن بنأكد إن منعم موجود في كأس العالم مالية الأندية فيها القايمة طبعا إن هي مجهود كبير بيبزل فني وإداري بالشكل العام طبعا ليه البطولة طبعا بطول الكأس العالم لكن الحقيقة يمكن ميستر كولر في حيرة كبيرة جدا عنده وجهزية تم العادة كبيرة جدا من اللاعبين لكن أنت مقايد أن أنت تضم ثلاثة وعنشي اللاعب بيكون أمر مهم جدا لكن تفاصيل الصغيرة بتفرق الموضوع مش فني فقط لغير الموضوع بيكون مدني موضوع قد يكون في تقرير طبي شامل على حالة اللاعبين بالكامل فعشان كده الاكتهدات زي ما أنت بتقولها محمد كثيرة جدا في مين هيكون متواجد مين هيكون خارج القائمة مين هيكون بيرجع لمباراة شباب بلوزداد لكن بأكد لك في البداية ياسر برهيم بمشيئة الله يكون متواجد إن شاء الله بإذن الله في مباراة شباب بلوزداد يوم الجمعة ستاد برج العرب إن شاء الله بإذن الله متمنى كل التوفيق للنادي الآلي لكن منعم منتظرين نحن نشوفه محمد النهاردة ومنتظرين أيضا كمان نشوفه بكرة ده أمر مهم جدا كنا اتكلمت معك قبل كده على العلي معلول وانا محتاجين نشوفه في الاسبرينتات وفي التاكلينج وفي الحاجات اللي فيها اشتراكات منعم الحقيقة بقوته الكبيرة جدا بيكون في حرص شوية عليه لكن إن شاء الله بإذن الله اللي يكون متواجد في القائمة كالعادة يكون على قدر المسؤولية سواء فيه مباراة شباب بلوزداد أو أيضا كمان فيه قائمة كأس العالم مودست يعني مودست زي ما قلنا محمد صابة العضلة الضمة يعني بتاخد وقت شوية والتأني الكبير اللي بيقوم بيه للجهاز الطبي بيكون أمر مهم لأن انت مش عايز تاخد لعيب تفقده آه انت عندك قبل المباراة الأولى 24 ساعة انت تقدر طبعا في الإصابات انت تغير لعب لكن يعني حتى هذه اللحظة موقف مودة لسه مظهرش بشكل كبير جدا خلال وجوده في كأس العالم لو لا طبعا شباب بلوزداد يكون بعيد عن هذه المباراة اللي عودته طبعا هكون متأخرة شوية لكن الأمور بالنسبة للتجهزات أمور طيبة جدا كابتن محمود الخطيب لنهاردة يمكن من صباح اليوم ومتواجد في اجتماعات مكسفة كان في اجتماع مكتب تنفيذ مكتب أيضا لجزار العودة أمور عديدة جدا بيتم الترتيب لها والنهاردة كان في مجود كبير بيوبزل من مجلس دارة النادي الأهلي للتحضير لهذا الأمر ومن بعدها مباشرة كعادته طبعا كابتن محمود الخطيب توجه إلى ملعب مختار التيتش للمؤذرة والمسندة في تدريب فريقا للنادي الأهلي بكل كلمات في البداية مع اللاعبين بيكون مهمة جدا لأنه زي ما بقولك محمد دور المجموعات الحقيقة ليه شكل غريب الحقيقة فيها دي البطول عشان كده محتاجين بكل جدية ان احنا نخش مباراة شباب الوزداد على أرضنا في وسط جمهورنا ثلاث نقاط يكونوا مهمين جدا جدا لفريق النادي الأهلي قبل التوقف والسفر مباشرة أو من بعدها إلى كأس العالم للأندية الأجواء طيبة جدا محمد يعني بيطمن كل جمهور النادي الأهلي يبقى إيزا أخذ منك خبر مهم برضو الجمهور النادي الأهلي عشان الناس تبقى معنا في الصورة الحمد لله يمكن دكتور أحمد جباله ودي تصراحات لرئيس الجهاز الطبي مع عزمينة كريم أحمد طمن كريمه وكريم من خلال بالتأكيد برنامج التريند بيطمن كل الناس ياسر إبراهيم إن شاء الله بإذن الله جاهز لمباراة شباب الوزداد كدمة الرجبة مش قوية الحمد لله هيكون جاهز وبالتالي كمان وجوده في قيمة كأس العالم بإذن الله يعني طبيا ما فيش فيه أي مشكلة نفس الأمر على محمد عبد المنعم الإصابة والتوقيت ممكن الجهاز الطبي يفضل إن منعم ما يلعبش مارش شباب الوزداد ولكن تواجده في قيمة تكاس العام للأندية طبيا ما فيش فيه أي مشكلة والأشعة أثبتت إن شاء الله منعم ما يكونش فيه أي مشكلة أنتوني مودست لسه هننتظر في الساعات اللي جاي لإن بالتأكيد النهاردة بعد التدريب هيكون فيه جلسة ما بين الجهاز الطبي مع مارسل كولر لتحديد موقف أنتوني مودست هل الوقت هيكون مناسب إن يلحق مباراة اتحاد جدة والبطولة ولا الوقت هيبقى صعب للمشاركته في مارش بوزداد يبدو من كلام كريم مع دكتور رحمة جبالة برضو هيبقى صعب فأعتقد النهاردة بليلة هيتحسم موقف أنتوني مودست تحديدا في مسألة الإصابة يلحق ولا ما يلحقش فيه أخبار تانية يا كريم بقى التدريبات السفر الإسكندرية أمتى لبرج العرب يعني لو عندك جديد بخصوص الاستعداد لمواجهة شباب بوزداد يعني زي ما بيقولنا محمد التدريبات مستمرة النهاردة طبعا التدريب تمام الخمسة غدا بمشيط الله هيكون أيضا كمان التدريب ومنها إلى معسكر ويمكن كمان في نقطة مهمة يعني في كم ناس اتكلمت على الصفر تحديدا كمان لكأس العالم يوم عشرة يوم حداشر مجلس الإدارة بيحسم هذا الأمر لكن من خلال معلوماتنا يعني تم التحديد الشكل العام اللي احنا بناخد منه طبعا المعلومات يوم حداشر يوم حداشر ده ممكن هيكون بالنسبة كبيرة جدا هو صفر فريقة للنادي الآلي متوجه طبعا إن شاء الله بإذن الله لمشاركة في بطول الكأس العالم زي بقولك محمد النهاردة كان فيه اجتماعات مكثفة لمجلس إدارة النادي الآلي لأن الملفات عديدة الحقيقة لكن بشكل عام للتدريب النهاردة إن شاء الله بإذن الله يكون جرعة تدريبية قوية الفريقة النادي الآلي يستفيد منها بشكل كبير وغدا بمشيئة اللام على التدريب الخفيف ثم على الصفر إلى أسكندرية بعد تم حسم المباراة في برج العرب الأمور يا محمد طيبة منطمن كل جمهور النادي الآلي ينقصنا للتوفيق إن شاء الله بمشيئة الله في مباراة شباب الأزداد المباراة هكون قوية جدا لكن بالرجولة والقلب الكبير جدا وروح الفنان الحمران يدرن حسابها بمشيئة الله الصفر الخميس ولا ممكن كولر يفضل الصفر يوم الأربعة ولا لسه ما تحسمتش يا كريم لا محصول يا محمد يعني أنت عارف بيكون فيه جدوى التدريب أسبوعي متحدد أنه يكون غدا للتدريب وبعدها مباشرة التوجه إلى الأسكندرية الرجل بيحاول يمشي على الشكل العام الرتم العام اللي هو ماشي عليه قبل المباراة المعاشر بيكون 24 ساعة ما بيحاول شيئا في بعض طبعا الأمور أنه يكون 48 ساعة لكن اللي أبأكد عليه إن شاء الله بإذن الله تدريب الغد إن شاء الله يوم الخميس أصدي إن شاء الله بإذن الله يكون التوجه مباشرة إلى الأسكندرية لخوض المباراة مباراة الآلة وشباب والشداد كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والإضافات لو عندك كلمة أخيرة أو عندك يعني خبر أو معلومة تحب تختم بها كلامك يعني طبعا بنتمنى كل التوفير للنادي الأهلي والحقيقة نحن بنا بسعداء جدا بمشوف السلية راجع من الإصابة عندنا عدد كبير من الإصابات يفيدوا بشكل كبير جدا يكونوا إضافة مع فريق النادي الأهلي فيارب إن شاء الله بإذن الله المجود الطب اللي بيبذل يعني يكلل بالنجاح ونشوف العناصر اللي بعيدة عننا بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت متواجدة وبتتقلق وبتساعد مشقة النادي الأهلي في مشواره القادم سواء في البطولة الأفريقية أو في الحلم الكبير طبعا هو كأس العالم للأندي شكرا لك يا كريم على كل هذه المعلومات والإضافات وتفاصيل مهمة جدا أن ألهان نازمنا كريم أحمد من مقر النادي الآلي في جزيرة اجتماع مكتب تنفيذي اجتماع مجلس إدارة واجتماع تكميلي على فكرة الاجتماعات اللي كانت موجودة في الفترة السابقة مرسل كولر والجهاز الفن والجهاز الطبي التفاصيل كتير النهاردة بالتأكيد وتابعوا النهاردة البرامج على مدار اليوم في قناة الأهلي أكيد كل الجديد وكل التفاصيل بالتأكيد هتكون حصريا وأخبار بنسبة 100% رسمية عبر شاشة قناة الأهلي في ظل اجتهدات كتير قوي موجودة على السوشيال ميدي اشتركوا في القناة